فيه اشخاص اكتر من شخصين عم بيراقبوك عم انت اعلى منهم انت بمرتبة اعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك وكأنك انت حاطت حواجز او شغلة بينك وبينهم انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش نويين على خير هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت لكن فيه مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وانت فيه مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا فيه امور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدتوا وبعجنوا لكن انت قول على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين او الاشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وانك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الاشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الاشي غيره من طرف هدول الاشخاص عم بشوف في ايدك الشغلة كانت عبارة عن وهم او يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة اليك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الاخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الاخرين كلهم عم بتطلعوا عليك انه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية اخر ورقة طلعت معاي لأحدث فترة ممكن في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت تفكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما ما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك عم بشوف في شخص مندفع تجاهك لكن انت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك انه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر او بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية اذن للاول شي للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والازواج كمان نحاول انغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين حسي حالي ما خلطته ممنية حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية او بتجهز حالك لاحتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من اجلك انت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي اكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي او الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت اول شي قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه عم بشوفه يعني عم بيحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير اعلى منه او احلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بدو يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الاجواء اللي انت فيها وكأنه فيه اختلاف بينك وبينه فيه اما الطباع او مش عارفة فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص اصغر منك هذا الشخص بيميل بشرته للبياض اكتر للشعار اكتر او ممكن عيونه ملونة تكون شايفه عليك على حصان وكأنه فارس احلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض او قرارين في بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا القرار لكن فيه شغلات حتبين لك او تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك باخر الليل خلص انا بدي ااخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارتبط خلص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيسس انه امورك مش عم بتكون مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا اكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارف رح تكون متحكم بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الاخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت لكن في شهر تموز رح تكون الامور تمام التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجعوا الزكريات القديمة الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في امور عم بترتبها لحتى بالاخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض اه كانت في اسرار كان في اشخاص عم في لأ شخص واحد كان عم يدخل اه كان بعيد وقرب وعم بشوفوا هلا بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم بي اما براقبكم او حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري او برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره اه امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص اه بالاكتر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة وها فينا زعات كانت موجودة من قبل في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش طلاتية بس لا رباعية وخماسية ممكن تكون وهذا افضل من لما تكون طلاتية اه ابراج نارية ابراج تورابية الطاقة القديمة عندك كنت ملافف ضهرك وخلص مليت ما في امل كنت رافع السلاح يعني او بدك تنتقم بدك اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم او حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها اكتر من طرف بالفترة الجاي عم بيكون صفاء اكتر في الجو غيوم شوي صفاء شوي وكأنه عم بيصير فيه اخت وعطى بينك وبين هذا الشخص عم بحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين اما من اشهر او من اسابيع لكن اللي من السنين بتكون الاحتمالات عندهم اخف في الرجوع لشخص قديم الا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على اولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية او قنوع مهما كانت النتيجة راح تكون مبسوط اخر اشي بيان عندي انك الطرف الاخر عم بيكون وصل لقوة معينة انه ياخد خطوة نحو الامان من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الامور بناته وصار فيه استحالة انه ترجعوا لكن فيه حنين وشغف من الطرف الاخر من اول ما تركته ولحد ديت هلا عم يستمر الشغف والحنين اذا فيه فرصة للرجوع لبرج التور عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع بامور حلوة او خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معه على طول من بعد كل هاي الصراعات ولهذا كله بترموه ورضاهكم واكنه فيه كمان قبل الرجوع فيه عم توصلك ميسج منه او عم بيكون فيه تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش الرجوع المفاجئ انه خلاص احنا رجعنا كذا لا بشوفك عم وكأنه اول طرف التاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات راجع لكن راجع ببطء ممكن اول شي تكون بداية العلاقة اللي هي ألو كيفك كذا بعد اسبوع او تتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك او من الطرف التاني انه تبلشوا مرحلة جديدة صافية وتحولوا انه تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت هذا البعد هذا اكتر اشي نبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف اذا في نصيحة من الكون او من الطاقة الكونية للكم لبرج اذا التور لبرج التور لبرج التور اذا شو النصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليوم بحكيلك حارب حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها ما تضلك قاعد ما تضلك قاعد واعمل مبادرات انا بحكي على جميع الاصعدة هاي النصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والعاطفة بقولك ما تضلك قاعد لانك عم بتضيع فرص كون بالفترة الجاي متخذ او صانع قرار ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع او بالمشروع اللي انت يعني حابه رح تنتهي بنجاح ولصالحك فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بانه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة نشوف اذا فيه كمان يعني هيك ورق اضافية هم بشوف بحكي لك انه رح تكون سعيد في النهاية فما تغلب حالك كتير بالطاقة السلبية والتفكير والتشاؤم الفرح الجاي وبيحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا انت بتصنع السعادة في ايدك بالفترة الجاي وهي جاي هي جاي اذا ورق كتير يعني حلو خلينا نحكي بنسبة 80% لبرج التور حبيبي اذا ورق حلو وقود لك لقلكم كلكم حبايبي ان شاء الله تكون القراءة وصلت لأكبر عددين اشتركوا في القناة